اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا جزيلا على رقاء اللي مشاركين معي في القناة واللي نضموا جديد كنشكركم وتحية لكم كبيرة وعواشركم وبروكة أي رمضان شاء الله على الأبواب الله يكرمنا ويكرمكم ويبعد علينا وعليكم البلاء نشارك معكم واحد الشيء كيفاش نتلو في الأضافر دياننا ويدياتنا من بعد يعني شي عامل كما كتشوفوا معايا شوفوا يديا نقيت نقيت القوق والخرشف أنتما أنا دياد غيا يعني حساسي اليوم ان شاء الله نحتاجوا ايناء في قليل من الملح فقط نخشوف يدياتنا وعدنا حامضة وعدنا بيكاربونات وعدنا فرشات يعني قديمة غير باش نحكوا الأضافر دياننا خليكم معايا ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله قبل كنخشيو ايدياتنا هانتما نقرب لكم زيان كنخشيو ايدياتنا مزيان أنا فشتنقي هذا القوق ولا الخرشف وخاكن ديال الحامض ولا كنخر بالجريدة يعني قال حاجة اللي كيكون فيها يعني مثل مثلا الطراب تشدية فيهم غير نوريكم يعني واحد الوصفة السهلة ممكن تستعملوها هذي زوينة حتى النسلي سيحراشوا لي ميدياتهم كنخلو هاد الهاد 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 المده بما كنحسوا يدياتنا رطابو وان شاء الله منين انسالوا ان شاء الله من دول مرحلة تانية خليكم معايا المهم سالينا من يعني يرطب نيدينا مزيان انتم ما شوفوا تكشيقاء اللي كان في الاضافر يعني انزل ماء دافئ وقليل من الملح عفوا الملح شوية شوية يعني يكون الملح خشين المرحلة التانية ان شاء الله هو اننا سنستعمله بكربونات والحامض ان شاء الله هذي سالينا منها انا عملك هذه البلاستيكة هذي باشمت وكنس تلاب واحد لاستيك كتجيني سهل نستعمل هذه الفرشات التي تستعملها نستعملها في طريقة هذه مرة اخرى ان شاء الله ان شاء الله نوريكم طريقة لديها الاشمبينيو في الاضافر يعني كان لدي واحد المشكل في هذا الاضافر والحمد لله كان كنتم موهج يعني واحد اضافر سبحان الله طبيبات خلاعات لا يكبر مقاد لديك أخصائي الأذافر واحد سيد الله يكتر خير أعطني واحد الوصفة نشاركه معكم إن شاء الله نستمر على هذه الطريقة انتم مرة بقى قاعد لا أستطيع أن أرى أنا ما زال بقى قاعد حامض لنعقم بكاربونات ان شاء الله نكمل العملية ونبدأ الماء دافئ وقليل من الملح نحترج لكم سطل أو إناء لديه الماء دافئ وقليل من الملح خصوصا للشخص هذه المرحلة الأولى نقل جميع الملحلة ونقل لديه الملحلة ونقل ونقل نقل على طبيعة ونقل اضافر لديه الملحلة ونقل لنقل كل ساعة جلبان البازيليا والفول نسالي معكم ونعود نقول لي وان شاء الله الطريق المهم هنطمر نضيف المرحلة الثالثة المرحلة الأولى نضيف المرحلة الأولى نضيف المرحلة الأبوه نضيف المرحلة يعني تجعل الأثاثر في المحلات sehen أن الطريقة اضع الكحولة الخرشف اضع حرقة اضع المزارة لا يكمل يمكنك تعمل عادية كامل لا تفكر اضع الحامض اضع 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 المشكلة انا كنت مرحلة للدار وعندي السباغة نتبع هذه المرحلة نتبع هذه المرحلة نستعمل هذه المرحلة نستعمل هذه المرحلة نحصل على الأضافر نستعمل المرحلة نستعمل الناس نضيف الداخل نضيف على الأضافر نضيف الأضافر نضيف الداخل نضيف الداخل الحامض فرشات و الماء و الملح كنت مننا وصفة اليوم حبيت نشاركها معكم قلت نعملها نعملها قلت نشاركها معكم و خلوا لي تعليق و لا تنسوا الدعم و لايك و تحية لكم و مع السلامة